تمام يا جماعة اه تمام يا دكتور طيب احمد محمد انت رفع ايدك في حاجة كنت بس انا سأسأل حاجة على الفاينال فضل او التصحيف الفاينال هيبقى زي تصحيف المتر وكذا معنا بمعنى يعنى أن encima من درجة معينة ولا درجة اللي هجيبهاية درجة الحتيبة سأ 통 comunید نمید جنو لمciه به اي رفع و صحيف درجة اللي من صحيف زيét لا لوضع في صحيف سألما دكتور الحتيبة من 60 وصدر سنقوم بتسجيل مهاضرة ونحل المهاتف سأقوم بتحديد سؤال السؤال السؤال الأولي كان على الديناميك سايف الديناميك سايف الديناميك سايف الملحوظ في الكود ده أن نحن نقارن S2 مع ناقص ثلاثة وما نعرفش إنشيال فاليو بS2 كم وفي الحالات الزي كده أنت بتطلع السلوشن بتاعك as equation function of S2 فأنت بتأسيوم S2 في إنشيال فاليو أن ما نعرفهش ومنذ اللغة الملحوظة بسيطة بسيطة تضافة بحديث كما أنتم صمت إليها وما هل نحن مسؤولة أو ناقص ثلاثة ناقص فرضها فتقارن S2 بـ 0.3 فتقال Set on less than T0 لو S2 أقل من 0.3 فهي عندك حيث يوجد 2 كيس كيس ستقارن S2 بـ 0.3 وفي الحالة ستقارن S2 أقبر من أو يساوي 0.3 فإن S2 يتقارن S2 لأن S2 ستقارن S2 أقل من 0.3 فإن تقولي branch not equal to exit ففي الحالة ستقارن S2 فتلاحظ إذا قامت بإمكانك أن نقوم بإمكانك أن نقوم بإمكانك أن نقوم بإمكانك وإن تقوم بإمكانك أن نقوم بإمكانك فإن تقوم بإمكانك من الغلطات الـ common التي أراها في الإمتحانات والمواجدين إن أنك عندما يقارن إكتشوك الإمكان وشخصيت بأن بإمكانك إدتشر لست. يت charges皆 من أعان유 الم Qurعش. إذا أبعت نفسه ، تمرك الإمكان عن الانترazz. الن من نقص في ثلاثة أو أكبر مقارلة. يعني أن نقص في ثالث ونقص في ثلاثة. هذا voila فإن انت تضم زع الانترazz على الإمكانات إدتشر لحد تلك كام مصر ب عليك أن ت guruj immigration هي حالها. رغم أنك ستكشكوتي الإنستراكشن فأنت باش ستبرانش وهتدخل تعمل Addition تقلل S2 نقص واحد تقلل S2 فتبقى تكبر وبعدين تجمب فأنت تكشكوتي الإنستراكشن ثم تجمب عندما تجمب لديك رقم رقم 2 في الثاني رقم ستكشكوتي ستكشكوتي SIT ON LESS ZEN وهتكشكوتي البرانش لكن إنت بقيت أقل من ناستراكشن ثم تجمب لديك رقم وقتكشن فالحالة تكشكوتي 4 4 plus 2 لو إلا بناقص 2 لغاية لا تجد البتر أو لا تجد البتر فلو إلا بناقص 2 فالفرست راون ستكشكوتي كل الانستراكشن المرة اللي بعدها ستناقص 1 فإلا بناقص 3 فأنت ستيل ليس عقل من 9 المرة اللي بعدها ستكشكوتي 2 فأنتبقى 8 plus 2 اللي هي البترن عبارة عن عبارة عن مرتين زائد 2 هنا مرة زائد 2 هنا 0 plus 2 فعشان كده عندك الاتنين دي موجودة في جميع الحالات وأربعة في الراوند الراوند ده فانكشن في كام لما كانت إن بناقص 3 عملت 1 راوند إن بناقص 2 راوند إن بناقص 1 هتبع من كام ثلاثة راوند ثلاثة راوند هي 4 plus n فيما ضربها في 4 المعادلة دي أكشولي تنطبق على كيس دي لأنك لو حطيت الناقص 3 هنا هيتطلع أي هيتطلع حطيت الناقص 4 هنا هيتطلع باتنين بس لي عملناها 2 أكشولي لأنها تنطبق على كيس ناقص 4 بس ليس نطبق على كيس ناقص 5 ناقص 6 ناقص 7 المسألة دي something new you learn it and if you find the gain you should serve it better النوع ده من المسائل اللي غلطات الكومن فيه اللي نبهكم لها لو عندك pseudo instruction ما تنساش وانت بتحل المسألة تكسباند pseudo instruction we don't count pseudo instruction as one instruction we count the actual instruction and equivalently so you have to be careful وفيه اكزمبل المسألة بالشكل ده على ده فين في الانتحاد السابق مين عنده سؤال فيه صلب المسألة المسألة اللي بعد كده المسألة اللي بعد كده write a MIPS code segment the branch is to memory address اللي هو ده when register S1 contains the value 5 the code segment is to be loaded in memory starting at address 0 خلاص الكود شكل هو عامل ازاي ان فيه branch الادرس 0 في branch equal S1 equal to 5 L1 فهنلاحظ ان branch equal هنا اتحويت باعت pseudo instruction ودي معلومة مهمة جدا عليها درجات من هاتف الانتحويت الانتحويت باعته وفرق ضد من دلتا بالفرق ضد من دلتا وليس من دلتا الفرق ضد من دلتا ومن دلتا وده يساعد اكثر من 16 بيتا فهذا سيدمج فمحتاج انك انت تكسباند الكود تعمله وخلينا نتعلم لما قولك في محام MAPS CODE SEGMENT You are not allowed to write pseudo-instructions محتاج انا اقول لك التب pseudo-instructions وديه الرول اللي تعلمناه في السيكيشن فعملنا ايه؟ اول حاجة همموف 80 الخامسة في temp register والصحة التي تضعها في assembly temp register انا بصفة عامة لا بدقش قوي في التصحيح لو حد حطت temporary register ترتدي لكن هذا ليس صحيح لذلك لو تغير الوضع وحسبت عليها في don't do that ساعتها ستعمل ساعتها ستعمل branch compare عادية ولكن الفكرة انك انت اول حاجة انك ساعتها ستعمل branch equal S1 و S2 و T و T مشكلة ان branch to address is a big delta فحنا تعلمنا ان احنا اللفة حواني البيك دلتا بطرق تين نعمل عكس البرانش عكس البرانش و بعد ذلك jump لدينا 2 options نضع jump to register لو الoffset يفت في 26 bit أو 28 bit actually 28 bit byte address نضع jump ولكن هذا ليس حاجة اكثر من 20 bit لنضع jump register فانت محتاج اول حاجة تنقل jump to address اللي هو 8000 8000 هكسة تضعه في load upper immediate نحصل ان نحصل لسهولة المسألة عشبت عليها في الامتحان اللي هنا الاقام دي محطناش فيها اي رقم فمعملنا load upper immediate ومعملنش وراء منها اور في طلبة في الامتحان حافظين اللوت upper immediate لازم يجعلها منها فعمل اور ماشي هيا مش غلط لعملت اور مع زيرو بس وقت الزبالي اور مع زيرو مش معبر عن واحد يفهم موك بتخدش البست ماركت ماشي لا ما عليهاش درجات بس if you are making something unusual انيوجول مكشونك تكومنت عشان افهمه لان ممكن ما فهمش دخل بتاعك بصح فساعدني اعديك الدرجات فانا ساعد بتوه فانا بكتب زي هامش على جنب كده اللي هو انا وصلت الفين فتمام ولا مش مش كده انا هصلح كود فلو ما عرفتش تطلحه حقرك كود الانتكبه عشان اعادر افهم انتكاتب لي تمام شكرا عبد مسالة بعد it مسالة من محاضرة وشابة مسالة بالامتحانات مسالة مسالةكون في المتحانات السابق خطتت بسالتها ساعد اكتب للمحاضرة واستألة المتحانات د존 نعمل حت albeit Lis voy is by the Directly إذا ما تريد تعمل الـ decompilation. Recompile the given MIPS assembly code instruction without using load byte or load half byte instruction. Recompile معناها إيه؟ Recompile معناها produce another assembly. Produce another assembly. ممكن يكون MIPS assembly. ممكن يكون stack-based assembly. ممكن يكون أي حال. Assume that register S1 has the value 0.13. هكسة. هكسة هكسة. فأولاً الـ load byte. فالbyte هي character. هي 1 byte. 1 byte و character. والعشرة دي لا تعني أي شيء. ممكن أي حد يعمل أي حال. فنقول X بتساوي load byte. X بتساوي limit الثالث. على أساس إن ده base. وده A limit الثالث. أرقام الثلاثة وعشرة ما كنتش بدقة عليهم كثير. فS0 فيها X. وS1 هي base address of character array. You have to write in the character. لما كتبتش character array. إن كنت على عشرة كثيراً. نريد أن نرغب لنرغب. لنرغب لتساوي. لنرغب لتساويق الثالث. هل لدي لـ unsigned أو يدع لـ unsigned. ممكن. لنرغب لـ unsigned Lode. إيجاب دعاً. أرقام الثالث. هذا أمر موجود معنا ولكن موجود في المابسي. ByteFromMemoryAddressCAM 13heksa و 3 و 16heksa و 22d. و أنا لا لدي غير 13heksa موجودة لي في S1. في المحاضرة عملنا إيه؟ وليس مسموح لأستعمل LoadByte أو LoadHalfByte أو Load as a Word. فأنا نبدأ بداية الوارد. فأنا أريد الوارد البيت رقم 22 2 باية تالتكامprechen. وهي 2 فاية تالتكامplicity stuffed. و كانوا 200 absolute BuoneAddress. وهي أجدي الواردقائي إلى نجيله البنية. 20heksa موجودة بأستعم gladius بـ 16heksa. أي الاستعمال لعد的我 drin أخبره لأضع S1 و أضعها في S0 فS0 يوجد هذا الوضع أنا مهتم بـ D و أعطيها في الأول هنا و هذا تعريف اللود بايد و لأنها سايند فأنا نحتاج أقوم بعمل سايند أخرى لأخرى الوضع أعمل كم ذلك؟ هناك طرق موجودة فأنا عملت Shift و أجبتها في الأخرى أول هنا أهي شفتها 16 bit و كده رحلتها كده 24 bit عشان أحافظ على Shift right arithmetic أحافظ أعمل لها Shift إيه؟ 90 شبه اللي في المحاضرة و شبه اللي في الانتحانات السابقة مين عنده سؤال؟ حسين محمد تفضل هو دكتور معلش هو عموك أن الـ base address بتاع أي قريب يبقى مش divisible by 4؟ أه، أه.. قد ficar إي حاجة ضرب cell 1 ضرب cell 1 سيقوم بعمل Array، فالإلمنت رقم 0 يجب أن يكون Divisor by 4، كلمك صح تماما، أنا مختنع بكلامك أم هناك شخص أخذ الhexa file وعمل له حاكينج وخلها بواحد الحكم بيني وبينك هو في الـ Run Time، المجموعة يكون ماذا؟ فالـ Compiler ليس هيعمل أنت تقول عليه، والفايل الـ Automatic Regenerated ليس هيغلط، منها صحيح، بل بيس دائما من أفضل البعض، لكن الحكم الـ Run Time Engine إذا أردت الـ Address-Devise-by-Fort، فإن أدتك كود وضعت لك 19 وضعت لك 1، يمكنك أن ترى أنه غير، وليس ستطلع من الـ Compiler لأن الـ Compiler مستخدم كود في حيث أنه صحيح. أنا أفهم أفضل البعض، لكن في الموضوع الـ Run Time، هل ترى أنه؟ ولكن الـ Run Time لا أعرف أن الـ Array، سوف يفترض أنها مجرد الـ Word، نحن نعرف الـ Compiler، نعرف أن الـ Array مثلاً، بعد ذلك، Fill in the table below is main operation performed by the LU while executing each of the following instructions. فرماديه سهل قوي، Addressing mode عمل أي سهل قوي، في المسألة علاقة في الـ Sheet وفي الامتحان السابقة. الحاجة الجديدة عليكم من الـ main LU، أنتم تأخذين بالكم أن الـ Processor Design وفي ثلاثة الـ Use، صح؟ أو غلطان؟ دعونيكم فرصة لأخذوا Bonus Marks، أنا هامل أيه، سأشاير لكم المحاضرة دي سواء. أشاير لكم أي امتحان. أخذوا Bonus Marks for the last timing. نعم، حسناً، بقصوا يا جماعة. نعم بقصة final من السنة الماضية، مثلاً، نعم. هل نشاهدينه؟ في كم ALU في المسألة دي من يرفعينه يأخذ برصبارك؟ في كم ALU في الرسم دي؟ من يأخذ برصبارك؟ من يأخذ برصبارك؟ من يأخذ برصبارك؟ ويقول لي كريم محمد رضا تفضل يا كريم مفيش كريم محمد رضا مصطفى متحة تفضل يا مصطفى ثمان يا دكتور؟ لدي كم ALU في المسألة؟ ثلاثة؟ لا، لابدين من واحد الU وان الU وثواء الناس وهؤلاء الناس وهان الناس يقول لحترام الناس الناس يحدث بشكل مختلف ولكن لا تعمل لحترام الناس فقط مختلف الناس الناس التحدث بشكل موجود لحترام الناس فالن تخطط ان تكون الناس فأنت تفضل الناس على الناس نرجع الثاني للمسألة بتاعتنا اللي هي الU operation done فعنا عارفين من شابتر بي ان الbranch equal بتعمل ايه بتتسابتراكت وعارفين من شابتر بي ان ايه ان الست on less than بتعمل less operation نحن اخدناه في شابتر بي فدول عارفينه ما نعرفه من شابتر بي ان ال shift right arithmetic هي بتعمل shift operation ولكن ما اخدناه الU بتعمل shift بس هي بتعمل shift right arithmetic فshift right arithmetic is an ALU operation سنديها كود جديد وندخلها عدد bits to shift الصور half word is a store instruction وصوله الوقتر وال tech alert وانهم بعملوا قدشيه عدد اكثره اصدارا للأدرس علم ايها في التقديد من الادرس اللو دقيت افر انت تعلمته كثيرة مع المعايدين في شابتر بي شابتر فور هي ما هي الا shift left بس هي shift left logical بساة رات عارفين هي shift left logical وshift left arithmetic ولكن ليس عن الارثماتيك بساة رات عارفين كويس ستاشر بيت فهي shift operation, shift-lift logical by 16 بيت بسيست, shift-lift arithmetic. In all cases, jump, jump and link, jump register ما بيدخلوش على ال ALU أصلا. ال ALU ما بتستخدمه مش jump register لما تعلمتوها في المحاضرة بتقرأ ال register file وتحويرو تحطوه فيه program counter حسب مسألة انتو حلتوها مع المؤيدين في الساكيشن. jump and link تشتغل ك jump ولكن تضع ال return address في register RE والثالثة هي jump لا بتعمل هذا ولا بتعمل هذا لا تمرش على ال ALU أصلا. في جمال الحالات ال ALU is active and powered on up ومشغالة. ولكن عشان كده احنا بنقول ان هم don't care ان هم شغالين. وبعد مدرس شابتر 4 وكما تعلم ان هم شغالين التلاتة. مين عندي سؤال؟ 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 بس ها ما نعرفش مين كول ده فالفكرة ايه ان احنا ندخل جوه للسبروتين ده هنعمل ايه هن نقول انا نظر سبروتين اسمه سكوير بعدين نقوله تاني ونقمع output بتاع الاثنين ده الاولاني ده بياخد ال A0 بتاعته بياخد ال A0 بتاعته اللي هي A0 اللي جاياله من الكولر فانشان كنا هنروح على طول نعمل ايه نعمل jump square الثاني ده محتاج ل E1 تبقى موجودة لما ارجع عشان سأكل بها The function إذا كنت نجد به فانشان بس تالي ولان انا سأكل انا باكبة بالر ا ولان ال X موجودة في S0 وانا استعملت S0 فامحطا اصاب هستيقى ال A0 فأنا لا أبدأ أكتب الـ actual code ثم أضع الـ Needs فالـ RA لأنه نستخدم الـ subroutine S0 لأنه X0 needs to be saved وأيوانا أنا محتاجها للمرجع لا أعرف سكوير ستعمل ماذا ستعمل فأنا أقول سكوير سترجع سكوير لـ V0 السكوير لـ A فأنا محتاج أعمل ماذا؟ محتاج أن أتباع الـ V0 الـ V0 is not backed up فأنا أقوم بـ V0 وضعها في S0 أو أضعها في temporary variable ولكن الأحسن أن تضعها في S0 فأنا تجمع عليها 0 وضعها في S0 وبعد ذلك نحتاج أن نريتريف A1 من الاستاك نضعها في A0 لأنها هي single parameter فأنا بدلا أن نريتريف A1 هنا فأنا نضعها في A0 فأنا أجبها من الاستاك وضعها في A0 وهذا كان محل أسئلة منكم كثير جدا فأنا كنت أكشف الطبيعة لأخذتها من الاستاك وضعها في A1 فأنا لا أحتاج A1 أصلي فأنا ألتعها في A0 فأنا ألتعها في A0 فأنا أجمع سكوير ثاني وبعد ذلك أجمع V0 الذي جاء لي على S0 وضعها في S0 وبعد ذلك أجمع S0 في V0 فأنا أجمع ذلك فأنا أجمع S0 وضعها في V0 وضعها في V0 لأنني لم أحصل لديه لأنني لا يوجد يوجد لديه هنا فأنا لديه فأنا أجمع S0 أنه يحتوي على الـ Value الصحة والذي ليس لذلك فأنا ألتعها في S0 ثم ازباد S0 إلى V0. قبل أن أرجع درجة رأيه حجب رأيه depressing check. فأعجب الرأي من عملك الساك. قبل أن أصبح الرأي من العملكة الرأي ونحن للمخبفت A1. لأنني أمشي بحاجة الرأي مع الساكة رأيها بأسفل كبير. سأخضل كبير الرأي من الحقيقة. كما منسى إذا تضع على الرأيب. ولكن لا أصدقى إذا كان عملك الأبوار في الرأي بس 10 بيط. لأنه لا يمكن أن أذبط الساك ب短ق 12 بيط. سوفار هذه مسألة سهلة صح؟ ما أعتقدش نفيها جديدة خالص 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 ما ترفوش تمره أحد عنده سؤال سوفار؟ السؤال بقى اللي كان جديد وانا معترف انه كان جديد اننا سنكتب الكلام ده بستاك ستايل and I need to look at your إبداعات الاستاك ماشين اللي أنا أحيسكم تتعلموه ما فيهاش ريجستر الاستاك ماتين فيها من ميموري وفيها استاك استاك ماشين فيها من ميموري وإيه؟ ويستاك ما فيهاش حاجة اخرى you can use the main memory locations and you can use the stack والفكرة أنك تستعمل الاستاك في الكومينيكيشن ال V0 والإيهاء 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 والإيه وعند بنستبدالهم بين بالاستاك فمكتوب هنا شوية رولز كده أنا مش هلها لكم، مش هلها لكم في الفاينال تاني لو جبت السؤال ده أو جبت السنوات اللي بعدة كان Procedure calls proceed in the following six steps in stack style assembly code the caller pushes the parameters values on the stack last or right most first اللي هو ده الأول ليه تحطه هنا الأول وتحط الشل ايه؟ انت حر بس يبكتب لي في الامتحان انت عملت ايه؟ انا اخترت احط ال B وبعدين ايه؟ انت غيرت تحط ال A وال B ما تنساش تكتب لي note the caller uses call x to jump to subroutine to procedure x بس دائما ال calling للسبروتين بيجي معاه خدمة مجانية كده بونس تحت الترابيزة اللي هي ايه؟ انه هو stack style call subroutine jumps on condition to procedure address and simultaneously pushes the address of the following instruction PC plus 4 on the stack عندنا في المفس بتيكي بين بنحط الA jump and link بنحط ال return address في ال R A اتنسوا لي يبقى عندنا لما نيجي ان ال Call ونحن داخلين هنا لو طلبت منك في الامتحان ترسم لي ال stack هتعمل ايه؟ هتحط في ال stack كده وانت داخل ال B وورا منها ال A وورا منها ايه؟ ال return address أول حاجة عملنا هي أخذنا return address وعملنا له backup في location في المموري اسمه address RA أو سميه أي حاجة بقيت الاستاك فيها A و B إنت عاست تقوم بقيت الـ subprotein-a فأنت ستعملها عشان تقوم بقيت الـ subprotein-a ستضع على الاستاك الموجودة ستضع الـ subprotein-a و ستضع الـ subprotein-a ستضع الـ return address بتاع الـ subprotein-a ستضع الـ subprotein-a ستضع الـ subprotein-a سيأخذ الـ return address ويخزنه في المموري ويقوم بقيت برامتر الذي يريد أن يقوم بقيت الـ a ويقوم بقيت الـ a from the stack في المموري ويقوم بقيت بقيت الـ b ويقوم بقيت الـ a square وانت راجع ويقوم بقيت الـ subprotein-a لكن الـ stack فيها A و B لديك two options الـ options الطبيعي الذي أحده عليه الدرجة النهائية أنك تخذ الـ a square ويضعها في المموري ما الذي يستطيع عليها؟ كل الـ stack machine يستطيع أمور اسمه switch أو swap بس يستطيع الـ swap يبدأ الـ two top elements فهتخلي الـ b فوق والـ a square تحت ويقوم بقيت الـ square ويقوم بقيت الـ a square ويقوم بقيت الـ a ويقوم بتعديد أنك انجزه من الـ εκس وفي الـ a square في الميموري. وحطيت الأرقية عشان انت تقدر ترتيرن باك. لان الامر يأخذ الاترس من الستاك. لو حد حطت POP ADDRESS X وحطه في الميموري بعدين PUSH ADDRESS X صح. ممكن تعملش الدوبليكيش. مثلا الدوبليكيش اذا ما تعلمنا الدوب أمري دوب يسهل لنا الشغل بتاعنا. بس وخلص الكود على كده. انا عارف انه كان صعب. We learn something. We learn something. وفعطت بعد كده حقيقة. يتعلموا لما يشوفوا الامتحان. وانتوا رجالكم شيئا شبه كده في آخر السنة حتى تتعلموا كويس. طب اللي ما عملش الامر swap مش غلط. اللي عملش الامر duplicate مش غلط. اللي عمل في الامتحان اخترع أمر جديد كده. اللي هو ايه؟ اللي كان عندنا الستاكر عمله ازاي? RA و A و B. في طلب عملوا ايه؟ عملوا switch بين ده و بين ده. وما كان عمل switch بين ده و بين ده تحت كده. عشان الخاطر لا يحتاجش يحط ال RA في المماري. فيه بروسيسور باتعمل كده. او طلبتوا انك تعمل كده. وطلبتوا انك تعمل كده. وطلبتوا انك تعمل كده. وطلبتوا انك تشرح لي في الامتحان لشي نفهم. بس نعمل كده برضو. مش غلط. من عنده سؤال ايه؟ انتوا عادتكم عملية تناقص 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 كل من الوقت يمشي. النوم ايه؟ النوم بي كتير. نعمل ايه؟ نعمل بعد كده المسألة اللي هي. ده كولي خليبا لكم بقى. ده كولي performance at its task. return address can be saved in a variable in memory to be used at procedure return. stack style instruction swaps stack top two elements. ده كولي pushes the results on the stack last right most. يعني ال v0 v1 بتحط v1 الاول v0. ده كولي pushes the return address saved on the stack. ده كولي uses return to return back to the point of origin. stack style return from a subroutine. transfer control the core at the return address popped from the stack. مانجميات متحرك هده من المسألة. اللي ألهي من المسألة. أخفكم كiliية خليطات جمية حدرة الي زوجتي بشميلة الهربрушة. بلاد مسبباً أيضاً عن من الممتعوت الهربض ha 2 أيهاداً. أقوى لقدمت ódio الرأس. محكمة لأخدام my brain Bless. أتأكدت من ouaisراس Vielاعة. م質مت لكي تنزر بشد الكثير من من الممتعوت التيеше re على تخلص التخلص النوم تم ايئي Bug tasks. وده معنى كلمة random arrows sum of its instruction field It is designed to recover the correct Mips code segment from the Hexa machine code الذي هو هذا الموضوع that is affected by the multiple memory addresses random arrows do not result in consistent effects يعني لا يحدث يأخذ الفيلد الاسمه RT ويقوم بعمله كله random أحمد يحين رفع ايدك تقدم أنا كنت رفع بس يا دكتور عشان حضرتك قلت أنك هتسأل يعني لما هتخلص السؤال لم أسألتش لسه طب إيه السؤال اللي هتسأله لا ما أنا لسه مترقب السؤال يعني برافو عليك نأخذ أول واحدة الـ instruction نعملها decoding طب في بعض الـ arrows مش هنعمل لها recover اللي مش هكتشفها فأنا سأكتشف كثيراً كما يمكن فالـ opcode بتاعي 0 معناها أنه R R-Type Instruction فلما أقوم بعمل R-Type Instruction أكتشف أنها shift-lift وشفت-lift لا تستعملش الفيل ده فالـ value اللي فيه ده غلط هذا أول غلطة قدرت أكتشفي لسه، هشوف بعد كده اللي بعد منه سأعمل لها decoding فهي برضو R-Type واكتشف أنها add وعمل لها وعمل لها وعمل لها disassembling فاكتشف أن الـ add shift-amount فيها value وما ينفع لكم فالـ value وعمل لها decoding كنت رأيت كويسة فأنا اكتشفت غلطة عندما أكتب الكود سأكتشف أن المسألة تعمل shift-lift وعمل لها ثلاثة وعمل لها وعمل لها الـ shift-lift وعمل لها وعمل لها ثلاثة ثلاثة وعمل لها وعمل لها ومعظمكم سألني ماذا تعمل؟ ليه دي غلط؟ كلكم بتسألوني السؤال ده في ناس كتير سألوني السؤال ده هو أنا لما باجعمل load word الـ offset بضربه في أربعة ولا بضربه في تمانية ماذا يجاب يا جمع؟ ده السؤال اللي هو عليه بوناس مارك في الأول ماذا غلط هنا؟ الغلط دي هنا في مينين؟ معي؟ ليه أنا اعتبرت دي غلط؟ وبثقة ليه يا أحمد؟ سوفتك رفع إيديك من بدري ليه اعتبرنا يعني أن الدربة في تمانية غلط؟ اه لأن المفروض لدينا البروستيسور بيبقى word أنا كده بمشي اتنين word اتنين word أنا كده انت ضربت في تمانية غلط اه اللود word بتلود word والword ماذا؟ فور بايتس في مدرفة أربعة صح؟ مين عنده رأي مختلف؟ أنا شايف شمس رفع إيدي تصدر يا شمس يقلت وان ايت سببه بوناس مارك يا أحمد لكن هناك نظر بوناس مارك بس لسا ما قالوا علي اتفضل يا شمس أنا شكرا أنا شكرا أنا شكرا الري of integers فهو صح انها طبعا تبقى في اتنين ولكن لو مثلا كان الري of حاجة تانية ممكن يبقى مش غلط أبو شكرا شكرا هل تقوم بوناس مارك يا شمس؟ لو قلت لي التلاتة تبقى صحة؟ كمية جبيرة جدا منكم سألوني السؤال دا رجبتوهم وردية على التيم هل تبقى صحة؟ هل تبقى صحة؟ هل تبقى صحة البرواز ده ازاي؟ لنصر الحل البرواز ثانية ثانية ما تبقىش loadWord بقى. أو يعني تبقى هنعني load مرتين. تبقيي. وما فيش هنعمل حاجة يعني نعمل صدق انستروكشن جديدة مثلاً ولا نعمل load مرتين وربعض. قولي نعملي. مثلاً هننتكلم ان احنا هنستور لونج فعلاً فدبعاً احنا محتاجين 2 separate registers يكون فيهم مثلاً الأبر 8 بايتس والأبر داتا والأبر داتا ونعمل لاتنين loadWord وربعض. بس مرة هتبقى مرتين. أو اخترع امر جديد اسميه loadDouble مثلاً وخلي اللود دابل دي بتلود فتور رجسترز مش واحدة وغير البروستسر بتاعي. البروستسر اقول له اعمل امر واحد اسمه loadDouble مثلاً ويجيب لي فاليو لبعض 60 بيت ويضعها فتور رجسترز وغير البروستسر. وغير البروستسر. وهناك فيه بروستسر كثيراً. فانت لو تقبلت تسيب الثلاثة تغيري loadWord وتخلي loadDouble. سيبت loadWord لا تسيب ليش الثلاثة. لانك انت الثلاثة ملهاش معنى لانك انت بتلود ورد فانت بتقبلت تسيب الثلاثة بأسراتكم جميعاً. طب انا ليه غيرت دي الثلاثة الرابعة ليه غيرت تي ثلاثة دي؟ انت تفهم الكود. الكود بيعمل ايه؟ الكود بيجيب افكتف ادرس بحط T1 ويستعملو يلوب من الميموري. فانت جبت تي ثلاثة دي. تي ثلاثة دي في الكود. لا يوجد تي ثلاثة في الكود. ونحن نضع T1 عشان كيف صلحت دي. كلكم عملتوا دي لا يوجد حد عنده الغلطة دي. هي موظمكم GetStack هنا في الثلاثة دي. موظمكم GetStack في الثلاثة دي. استيبت لها الوكتر. يعني هي كودة يشتغل عادياً. سيطلع حاجات غلط. اه اه ما هو الكود. بكتب ايه في المسألة. سيطلع تي ثلاثة الوكتر. مفيش runtime error بس هو مش صح. هو مش تغال صح. تمام يا دكتور. حد عنده سؤال. طيب ناخد آخر في المسألة. آخر المسألة مسألة Very Simple. اتفضل. وانا اعرف منيه ان انا مفرض اصحح الكود دي كالوجيكالي يعني. ليه الكود دي ميبقاش بورط من كود كبير بيعمل حاجة في الكود الكبير. يعني. اولا انا بتكلم صح في حتة النواب. بيلود حاجة من. بجمع اربعة ويلود حاجة من. من الميموري. بس بتكلم ليه ما يبقاش بورط من كود كبير قوي. ومحتاجش صح على الرر ده. يعني الرر يبقى هي الحاجات بس اللي موجودة في. في الاماكن اللي ممنفعش بقى فيها ارقام. زي الشيفت مثلا. هل تفهم مصدي؟ معاك حقق بس انت بتجو بياند الانفروميش المعطوها في المسألة. هذه مسألة بتقول لي. دي ستدارت الكوبر دي كوريكت ميبس اسملي كود سيجمينت. فهي دي كود يعني. ملتلكش انها بارت من كود كبير وكود كبير من حاجات تانية. فحاولت في السؤال انك انت تبص على المسألة وما تفترضش بياند حدود المسألة. فدوم تدخل في التجاهات مش هتطلع منها حاجة. انت ما عندكش بياند الكوبر دي كود بتعرفوهش. فانت ابتو ديس بوينت بتسولف ابتو النورج اللي عندك. ملتك في الاخر مين قال لك يعني ساكسو قال سوير. ومين قال لك ان دي اسلال في نهاية بس. ودي اد. دي اكشوري قلم نوت شورو في ديس. لكن الانفورميش اللي عندي ما تساعدنيش اقول اكتر من كده. ما يمكن الوب كود متغير وهي اكشوري مش كده. ونفس الكلام مين قال لك انها لود. ما يمكن الكود متغير. لكن انت تساعدك اكتر من كده. فحاول. وحاول تيكت سيمبل. لا تدخلك فيه. تحلي بالمسألة غلط. المسألة الأخيرة المسألة سهلة في حد ذاتها. لكنها فيها كويسة knowledge لكم. المسألة بتسيبك في نهاية الكورس كده. انتظارها في فقط الطريق من كده. او اكشوري مش ديس ايتشايل. هي هي افتحك الواضحة. فتعاون لها المسألة فيها لتشرف الاتجاه. بعد ان تبسلوا ثالثة او رابعة أو تعلموا بالفرات. ستكتش في المسألة تشرف الاتجاه التريفية القوية. المسألة بتحديد قصة أمام المسألة. المسألة بتحديد قصة ما. المسألة بتحديد قصة. دليم بالحراجة مجرد بها. ولم يمكن ان تحديد اكتب جل. The negative N, zero, overflow and greater than flags are generated out of the LU. The LU is controlled by two selection lines, S1 and S0, to a four-way multiplexer, generating the LU result, as well as invert and be negate signals. ونحن نعرفه من الكورس. Verify تحقق من the design of the given LU. نحن نتحقق منه عن طريق كود في الواقع في الحياة. نحن نتحقق منه manually. Without constructing a full trust table. The full trust table سيكون exhaustive خصوصاً لو لديك input كثيراً ويأخب منك وقت كثيراً. نحن نتحقق بـ cases. نحن نتحقق بـ test scenarios. For each possible design bug. كل bug ستجده. نحن نتحقق منه manually. Provide a single test vector. The test vector مهمته. تبدأ بـ test vector وتشوف الـ output له as expected. يبدأ تشغالة صح. مش as expected. يبدأ تشغالات. تاك تشغالات تاكبية كتشفة. تاكبية تشغالات تاكبية 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 تاكبية. A test vector اوارو إما برضو لو جهة سوال في الفين فانا مش حاكتبية كاملة تاني. A test vector و لو جهة سوالة جايب مش حاكتبية تاني. Contains inputs and control values that are used. And control input في الاخر مرة تنظر إلى logic, input. that are used to test whether the design produces a correct or an incorrect value for a certain output. A output slash output star respectively. For the given design test vectors can be constructed as A1 A0 output slash output star. Report all design bugs you can find in a table with proposed fixes and test vectors. What is the first bug? The first bug we have is The first bug we have The N is the negative flag and the negative bit. The most significant output is the most significant output. The first bug we have is the second bug. Let's say something about this. The flags are two-notes. Over all flags are like zero and negative which suppresses the result. Zero and negative which suppresses the result. The result is coming from where? From AND, OR, NOR. The first bug we have to say is positive or negative. I can use it to do anything I want to say. This is the software. Arithmetic flag is the carry and overflow. Carry and overflow are, by definition, arithmetic flags. It is the arithmetic operation. The negative and zero suppresses the result. The carry and overflow suppresses the operation. The arithmetic operation. It is the arithmetic operation. It is not the overflow from logic operation. So, the negative and zero must be taken from here. Not from before the matrix. This is the first thing. This is the first thing. This is the first thing. The second thing is greater than. The negative with zero. The actual negative must be fixed or modified or adjusted by the overflow. So, the negative must be exclusive or offline with overflow. The negative must be exclusive or not. The negative must be fixed or modified or adjusted by overflow. You can see the same. The third thing is less than. يدخل هنا بس. وهنا بيدخل زيرو. نحن في الرسم مدخلين وهنا. فالإنبوط 3 وفي ملتباكسر equal less مفوض يبقى زيرو. هذا الليس ده عبارة عن إيه. وليس عبارة عن إيه. وليس عبارة عن إيه. آخر حاجة إن الليس نفسه لازم يبقى مودفايد بالوفرفلو كما درسنا. less equal if 1 مفوض يبقى إيه. less 1 or excuse of ORD مع الوفرفل. أصعب جزء مش عشان هو صعب عشان هو بيكونسيوم وقت. لازم نعمل ايه؟ نجد test vector. يشو مي إن كلام الموجود في الرسم غلط. إزاي إزاي إن أنا هنا مثلا هنا قررت أعمل ايه؟ أخدت رقم ورقم تاني وعملت الoperation zero zero اللي هي الاند. لو حتـ end الرقمين مع بعض، فالنتيجة ستطلع مرفوض بnegative. سنت أخذ الـ value من هنا، اللي أخذها من الـ other، اللي هو جماحهم مع بعض أو مفوض يطلع من هنا. عشان كلا مفوض يطلع واحد، بس هو يطلع على صفر فعلا في work-ed out. فانت المرفوض يطلع الـ operation على الـ result اللي فاتح المكروفون يا جماعة ممكن يجفره. فأنا أريد أن تظهر أنك لو طلعتها على الـ operation لا تطلع غلط هنا وخدت على الـ result. نفس الكلام ايه؟ نفس الكلام هنا. نفس الكلام هنا. نفس الكلام هنا، عملنا أيضا بـ and operation. في الـ greater than خد رقمين، خلي بالك أن الأرقام اللي دخلوا دي غلط موظمكم واعها فيها. الأرقام اللي دخل هنا هي signed numbers. يعني هذه الأرقام من ناقص 2 لـ 1. وليس من 0 لـ 3. من ناقص 2 لـ 1. فانتا تأخذ الرقم، يا جماعة عفلوا الميكروفون. أين عنده الدوشة؟ المترجم الـ كن؟ الماك Penn State التي مجدد منها مرة أخرى يجب أن يتم ايش فعله المترجم هل تقول يا دكتور؟ هل تقول يا دكتور؟ هل تقول أحضر واحدة؟ بس كميس؟ نختار برضو في TestVector هنا عشان يشوف الليسة إحنا نقول إيه؟ لو إيه لسة بي لو إيه أقل من بي فنأخذ رقمين واحد أقل منه ونشوف الليسة حاجة ليه فهي طلعنا واحد واحد بس هيا مفروض تطلع إيه؟ 0-1 نأخذ رقمين في المعادلة أكبر غلطات بديك في المسألة أن الأرقام سايند فالساين من ناقص 2 إلى 1 ليس من 0 إلى 3 0-1-2-3 دول أربع أرقام ناقص 2-1-0-1 دول أربع أرقام بس هم سايند نائم برس ومش سايند نائم برس ومش سايند نائم برس ومترسلها خلصت على كده لو مسألة مثل كده جاءت لكم في الفاينل معظم مسألة لا أكتبها تاري ومش أشرح لك تست فيكتور ولا أقول لك تحقق كيف ثم يجب أن تفهم هذه المسألة هو أن تتعلموا فيه موف كبيرة جدا بين طلبة حاسبات والتصالات يتعلموا ديجتر لديجتر 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 وقدركم سمعتوا أن هذا هو دكتور شريف أو مهندس شريف من ST ومشارك المسألة وبلفت نظركم لتفعل ذلك في الصيف IEEE Student Branch يعملوا شغال كويس فشوفوا الـ من عنده يسؤال إياه؟ يا رودينا تفضل يا رودينا لا يوجد رودينا تفضل يا شمس دكتور ماليش أنا أتلغبت هو مفروض الفرق من output و output star الـ الـ correct as expected والـ output star هو incorrect for a certain output بين قصيين output respective يعني فيه two values فالcorrect هو output الـ output هو الـ incorrect وانتعرف الـ 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 مين الصح ومين الغلط أحمد سامح تفضل يا أحمد معلش دكتور هو ثاني بوج بس أنا مختش بالي منها منها كويس مكوة تقولها ثاني الثاني بوج اللي هي الزيرو بناخده من برا الملتيبليكسور لأن الزيرو يعبر عن الـ الـ الأوحوان عن الـ ومع الـ الأوحوان بركز ومع الـ لانه تفضل بركز نتعرف الملتيبنى الزيرو ومع الـ روداينة مترفع عديك. في روداينة ولا مفيش روداينة؟ اه دكتور حركة سامعني دلوقتي؟ اه. انا كان عندي سؤال بخصوص السؤال بتاع الكاركتر الرائي. اه. افضلي. افضلي. سؤالي في انه بدأ من جزء في الماموري اصلا الرائي بتاعي الباس بتاعه. بدأ من جزء في الماموري مش ديفيزبل باي فور. سؤالي هنا انه مش ده بيخالف فكرة ان الماموري تعتمد على الماموري اللي احنا كنا اثبتناك. عشان كده اصلا كنا بنبتدي الادرسيز من من ادرسيزبل باي فور. يعني اصلا عشان اوصل للبيز بتاع الارائي بتاعي ده. مش هحتاج كذلك لك سايكل. افترضي ان انت ما عندكيش ارائي. وعندك انتجر. فتسجلي الانتجر في جانب 4 بايتس. بعد كده عندك شخص ارائي باي فتسجليه في واحد بايتس. ثم انتجر بعد ذلك ايه. ثم انتجر بعد ذلك ايه. ثم انتجر بعد ذلك ايه. فحتفوتي ثلاثة بايتس. وتسجلي الورد هنا. ودي تعملك فراجمنت في الماموري. وفي حاجة اسمها دي فراجمنتيشن يمرو. يبلك الكاراكترز يحطوها هنا. فماذا تقول لكي تعمل على الورد. وليس على الورد. يعني لو عندك 2 characters وربعض هتسجل كل واحد فيهم وربعض كده. من غير الورد علايمت. يعني لو جبتك شعر في المتحان. قلتك واريني الماموري ماب واريتك character. وانه character 2. هيتحط اثنين وربعض من غير الورد علايمت. أه أنا فاهمة. أنا فاهمة. أنا فاهمة أنه عشان هي size بتاعها بايت. بس أنا مش فاهمة. وأصلا ليه. البروستسر بتاعي من الأول. هيفكر أنه هو يحط الـ base بتاع الـ array بتاعي. في الأدرس ده. يعني إيه الموقف اللي ممكن. عشان هي array. array of characters. لا أنت تسأل على سؤال تاني. اللي كنت أقول له زميلك. اللي هو. لما زميلك سألني قال لي. ممكن أحط الـ base. فنم divisible by 4 في الورد. ده سؤالك؟ أه. 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 السؤال المهم. الكومبيلر مش هامل كده. يعني لا يوجد كومبيلر في الدنيا. سيضع الـ base. وإنتجر. وإنتجر. لا يوجد كومبيلر حامل كده. لكن إنتي كبرجرامر لو كتبت assembly code. وكتبت binary code. أو أخذت binary وعملت له hacking. وغيرت له. البروستسر ليس يأخذ باله. ليس يكتشف. نحن لا تتكتشف عن الـ base. نحن نتكتشف عن الـ address الربعات للممري. ومن سيكتشف هذه المشكلة؟ الممري مانجمينت. ستكتشف كيف تقول له إعراءة لـ word من non divisible by four. فأنا أريد أن البروستسر تعمل الذي تقول عليه. يعمل التشيك. لكن عليها أعمل كده في الهارد وير. تفرم معي. هو البروستسر حر. وهي ليس حقاً. لكن هو حر. أه. فهمت أظهر. تمام. أنا كنت أتساءل. لو كان البروستسر أصلاً. لم يمكن أن يعمل كامل نفسه. وهي شيء مانوالي. لا. البروستسر ليس يعمل كده. لا. 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 حاجة下去. حسناً. حسناً، جميل. فتحك سأتوافق بكم. ايها الاخر مدى أحرارك. انتتصالات أو حزبات؟ حزبات لأنه في 311 سنة الجديدة. اتشعر كورس مع الدكتور أشرا في الـPubitor Architecture. أميد كتاب مبس هيرنسيو بيترسون دكتور أشرا يدرس فيرولوج ويدرس الـPc. و لو تروح الماجستير بعد 30 ان شاء الله في Advanced Computer Architecture ان شاء الله يتعلمون. اذا كانت تصلاح النقطة؟ هل تتقابل في الماجستير؟ التصلاح سيتقابل في الماجستير اتقابل في Final ان شاء الله التصلاح سيأخذوا من حاسبات كورسات اخرى ويأخذون كورس 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 الترميل الأوليين وكورس الترميل الأوليين هناك مناقشات دلوقتي إننا هنعمل جوينت كورس بين اعتصالات وحاسبات يدرس الدكتور أيمن واهبة على الـ Digital Verification هو كورس يدرس لطلبة اعتصال الحاسبات. هنشوف هنقدر نعمل و لا. لو عملنا دين دكتور أيمن واهبة يدرس لكم الـ Verification للذي فيكم سيحب يدرس الـ Verification أو يتخصص في الـ Digital IC Design. يعني نحن نشوف حراكة تانية في قصة الدكتور أيمن واهبة في إطفالة؟ لا. يعني نشوف حراكة تانية؟ أربح لما أقوم بتحصل على الإحساب مساعدة تانية حاول الأمريكية. يعني سوف تغلب منكم بشكل أفضلЙ. يعني المحاضرات بشكل أفضل آخر دفعتكم دفعتكم قويسة يعني دائما مشكل الدفع هذا الأربع دائما دائما شكل دفعتكم جداً لكن كما تغلب من دفعتكم بشكل أفضل مجدداً بالخمسة سنين التي كنت، مع تقاريّما. انا افتحت الكاميرا واحنا نشوفنا بعض فبعندكم شو حجة بلا ما نشوفوني نسلم على بعض ان شاء الله ممكن طلبة دكتور فضل يعني هو وللأسف انا يعني اخر حاجة نتمنى ان تبقى المادة هي